السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة مطبخ مريم اليوم ان شاء الله راح نديروا كيكا بردب بالكريمة العجيبة نحتكتشفوها معي اليوم لأول مرة لتسهول الاشتراك طبعا في القناة والضغط على الجرس وتفضلوا نشوفوا المقادر عنا هنا اليوم طبقة الأولى والطبقة الثانية نبدأ ان شاء الله راح نديروا جين واز بالطعم الشوكولة عندي هنا يا 125 غرام من السكر العادي 100 غرام من الفارينة طحين الأبيض 100 غرام من الكاكا والخام خلطهم وغربلتهم وعندي ملعقة صغيرة من خميرة كيميائية نحتاجه كذلك أربع حبات بيض على درجة حرارة الغرفة بالنسبة للكريمة هنا عندي كريمة الشانتي بطعم الموز عندي هنا يا 75 غرام حبيت نوري الأخوات هذا المخ هذا بطعم الموز بانان وكاين تانيك شوكولة وكاين فانيليا كما حبيت انتم هنا عندي 25 غرام من الفلون فانيليا وعندي علبة من سويس والجبن الطري الأبيض مقدر 60 غرام وهنا عندي كوب حليب بارد جدا ساعته 200 ملل نبدأ على بركة الله هنا نأخذ الإناء التاعي نضع فيه البيض وهنا رشة ملح وهنا على جنب النار وعاء فيه الماء ما يسخن حضرت حمام المائي نخلط أولا مكونات الملح مع البيض ثم نضيف السكر نخلط ملح ثم نضيف الخريط فوق الوعاء اللي فيه الحمام المائي ونبدأ نخلط كاميرا حتى يضوب السكر ودخلوا صباحكم لكي تشوفوا درجة حرارة الخليط يجب يكون دافي والسكر تكتشفوا ان السكر انه داب نهائي والخليط ويرجع خفيف نضيف المضرب الكهربائي في البيض حتى ارجع تضاعف الحجم التاعه وصار ابيض ثم نضيف الفارينة والكاكاو مغربلين والملاقة صغيرة من خاملة الحلوان سنجد المقادير كامل مكتوبة في صندوق الوصف نبدأ نخلط غير بالعقل يعني الكيكة الاسفنجية لازم نضيف في الفارينة يعني والخمير الكيميائية نروح غير بالعقل والذي أحب يعني تخلي القاعدة الأولى طعم الفانيليا طبعا لا تضيف الكاكاو نضيف 125 غرام سكر 125 غرام طحين أبيض والذي أحب تضيف نضيف المقادير المقادير التحت في صندوق الوصف نخلط من فوق ومن تحت واشعلت الفرن على 180 درجة نوصل الخفق بهذه الطريقة من فوق ومن تحت غير بالعقل هنا حضرت الصينية التاعي فيها 40 على 30 40 سنتيمتر على 30 سنتيمتر هنا حضرت الخالط التاعي ونبدأ نوزع فيه غير بالعقل كما راكم نرى نضيف الآن ندخل للفرن لمدة 10 حتى 15 دقيقة لا يأخذ الوقت ونضيفه ونضيفه برد هنا راح نمر الكريمة وهنا راح نختي معي في هذا الفيديو هنا راح ندد الكريمة اذا نضيف الحليب البارد جدا ونضيف كريمة الشانتيه هنا نضيف كامل مكونات مع بعض باش ندير الكريمة العجيبة لأول مرة خدمتها معاكم من قبل لكن انا كانت أول مرة ونستعمالات عديدة المهمة هنا راح نضيف هذا يتخفق على آلة سرعة راح نرى الكريمة كما راكم ترى ترفضوا تعملكم هذا الباك دوازو كما نقول هنا تكون جاهزة نغطيها ونجعلها في التلاجة ترتاح يعني قلت لكم هذه تقدروا تديروا بها كل شيء تقدروا تديروا بها تستعملوا فيها كريمة يعني هذه تقدروا المهمة هنا بردت عندي الكيكة كيكة اسفنجية وهنا نحط نشربها بسيغو كنت خدمته يعني كاس سكر وكاس ونصمه وخليتوا 10 قائق على النار وخليتوا برد تماما وقدرتوا بعض الفانيليا وهنا نبدأ نشربها مليح الكيكة اسفنجية وعلى الفكرة نحن ندلكم فيديوهات بهاد الكريمة نحن ندلكم تلك اسفنجية اللي جربتوا بهد الكريمة المثلجات راح تشوفوهم يعني روعة روعة يعني حاجة يعني خارقة لعادة حتى الذوق تعليل الجلاس هدوك جام ما شاء الله حتى في كيكات تعليل أعيد الميلاد مثلا فلاك خان باتيسيا غيجو يعني في كل شيء تجيء روعة يعني منها موس ومنها كريمة يعني هايلا فعلا عجيبة يعني وين تحطوها تتحط المهم هنا حطيت الكريمة التاعي كما شفتوا ورح نسويها كامل بهذه الطريقة نحاول أنها تكون متساوية من بعد هنا اختي حبت تديلها هذا الموتيف بهذه الآدات وستكملت علي هنا في بعض الأحيان يعني ما يكونش الوقت كافي وفي بعض الأحيان تانيك يعني بش مجيكوش الفيديو طويل قد ما نحاول نقصر فيه يعني المهم هالك هالك الكيكة البردة بالكريمة العجيبة صراحة جت ما شاء الله كشفت وجد حجم عائلي كما شفت نقصر لكم بشتوفوا كيف حصلت هالك شربة يعني طبقة كيكة الاسفنجية هالكيكة جبنينة والكريمة طعم الموزي يعني شوكولة بانان جت روعة مثل هاتين بخطوط شوكولة كما شتوا و بهذاك البيسكويت على سيقا خلق المحشي بالشوكولة يعني حاجة ماشاء الله وبردة يعني تليق العائلة هكذا وكذلك للضيوف ثاني يكون لكم ضيوف هكذا يعني يجوكم على غفلة ولا يعني صراحة تقدموا لهم ما شاء الله بروعا نتمنى انكم تجربوها دخلوا لي تعليقاتك العادة ومنتنسوا الجامل الفيديو اللي اعجبكم وتبرتجيوه قلكم تهلا في روحكم الى ملتقى ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة